التراث يصنع تاريخ البلاد ويجعل لها مكانة بين الأمام ويضعها على طريق الحدرات المتقدمة لكن في مصر أرض الكنانة وصانعة التاريخ لا نحافظ على تراثنا بل نبدع أحيانا في إهماله ولا نعير له بالا في وقت تلقى فيه بعض الأمم إلى اصطناع ذاكرة تاريخية تفتعل بها مبررات وجودها لسنوات طويلة نسيت ذاكرة المصريين تراثها الفني والتاريخي واكتفت فقط باستحضاره وقت الحاجة أغنية تعرض للعندليب الأسمر يذكر فيها المصريون تاريخه الطويل وما إن تنتهي هذه الأغنية حتى يتغاد الجميع عن غرق قبر الفنان الراحل بالمياه الجوفية أما نجيب محفوظ الذي شهد له العالم بإبداعه وعبقريته الأدبية مر على وفاته أحد عشر عاما لم تنجح فيها الدولة في الاتفاق على إيجاد موقع لإقامة متحف له لعرض مقتنياته الشخصية التي قدمتها أسرته دون مقابل وكل ما حدث خلال الأحد عشر عاما ليس سوى خلفات مستمرة لا تجد طريقها إلى الحل بين وزارتي الأثار والثقافة حتى سائمت أسرته من المماطلة وطلبت استعادة متعلقته التي تبرعت بها لكنها لم تخرج من الكراتين في مخزن الوزارة حتى الآن ما حدث مع أديب نوبل حدث وما زال يحدث مع الأديب العالمي الراحل جمال الغيطاني الذي تجرى مفاوضات مستمرة بين وزارتي الثقافة والأثار منذ نحو خمس سنوات للاتفاق على إنشاء متحف أو مكتبة باسمه في حي الحسين لكنها مفاوضات لم تسفر عن شيء هؤلاء مجرد نماذج لمن أهملتهم ذاكرة المصريين فالقائمة تطول وتشمل أسماء شهد لها العالم بإبداعاتها مثل يوسف إدريس ويحيا حقي وتوفيق الحكيم وغيرهم وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عدة أهمها إلى متى يستمر المصريون في إهدار تراثهم